المجتمع الذي تتآكل فيه الطبقة الوسطى بشكل بشع ومتواصل وبلا هوادة مثل المجتمع المصري في اللحظة الراهنة هو مجتمع في خطر شديد السلطة في مصر تعيد الفضل في بقاء المجتمع المصري والدولة المصرية متماسكاً إليها أو إلى مؤسسة بعينها هذا ليس صحيحاً أجهزة الأمن اللي بتعدى عن الناس أنفسها مش عارفة أن الناس اللي تمويل هذه المشروعات في النهاية هناك وسطاء يحصلون على الأموال إحنا ديكتاتورياتنا من ديكتاتوريات القرون الوسطى اللي هي الحق الإلهي للملوك وأن الحاكم لا يخطئ وأن المجتمع يجب أن يطيع وأن الكهنة والكتبة والكذبة يجب أن يحيطوا بصاحب القرار ويزينوا له الباطل وإحنا وجدنا في النموذج الصيني مسؤول بيقوم في أي مؤتمر وبيقول بفضل توجيهات السيد الرئيس الصيني هذا تعبير غير موجود أو أن الرئيس الصيني أثناء اجتماع الحزب يقول هذه الخطة هننفذها في قوله التمام يا فندم لا والسلطة دائما تتوهم أنها قامعة باطشة وأن هذا شعب خانع خاضع ليس حقيقيا المصر يتحايل على العيش صعب حتى في تفاصيل الحياة اليومية ويتحايل على السلطة نتيجة الإجراءات الاقتصادية التي يتبعها النظام الذي يحكم مصر في الوقت الرام الفقر موجود لكن الأمل مفقود وأصبح عدد كبير جدا من الناس لا يرون ضوءا في نهاية النفق هذه الدكتورية طيلة الوقت تحمل بزر فناء أهلا بكم مستمعي ومشاهدي من الصوت ذات مصر ولقاء مع الأدب الكبير والباحث في علم الاجتماع السياسي الدكتور عمار علي حسن أهلا بحضة لك دكتور أهلا وسهلا دكتور بداية كيف تصف الواقع المجتمعي العربي الآن أعتقد أن المجتمع العربي يعاني من مشكلات كثيرة جدا أول هذه المشكلات أن هذا المجتمع وبعد كل هذه العقود من الزمن لا زال يبحث عن هويته وهذا مجتمع يتشزى طيلة الوقت إما العوامل الداخلية موجودة منذ زمن بعيد وإما لأسباب خارجية مرتبطة بالعولمة فأزهان وأفهام وأفئدة كثير من الشباب العربي الآن صارت منجزبة إلى ثقافات مغيرة عن تلك الثقافات الموجودة وهذا واقع لا يمكن أن ننكره هذا المجتمع أيضا ورغم هذا الانفتاح على العالم بذلك الشكل لا زال يعاني من الأبوية وهناك فرق بين الأبوة والأبوية الأبوة مطلوبة في رعاية الأسرة وفي أداء دور الأب من عطف وحنان وإنفاق ورعاية لزويه حتى يشبه عن الطوق أما الأبوية هي مرتبطة بالتسلط نوع من تسلط الأب على الأبناء وتسلط الكبار على الصغار وهذه الأبوية ممتدة من الأسرة الصغيرة حتى السلطة السياسية فرئيس الجمهورية يتصور أنه أبو أب للكل فهذه الأبوية موجودة عند الرئيس موجودة عند رب الأسرة موجودة عند صاحب العمل موجودة عند شيخ القبيلة موجودة عند شيخ القرية أو عمدتها أو شيء من هذا القبيل يعتقد أنه وصي على الناس وأنه أكثر من يفهم مصلحة الناس وأنه أكثر من يراعي الناس وهذا وهم كبير فمجتمعنا لا زال يعاني من هذه الأبوية نهيك عن المشكلات الطبيعية الموجودة في مجتمعات أخرى ومنها التفاوت الطبقي ومنها صراع الأجيال ومنها التشوهات الطارئة والحادثة إما بفعل الفقر أو بفعل النظرة أو بفعل الفساد الاجتماعي الموجودة الذي يؤدي إلى إعلاء شأن من لا شأن له لمجرد أنه يداهن أو يلاين أو ينافق كل هذه العورات وهذه العيوب والسقوب موجودة في المجتمعات العربية هل للمجتمع المصري خصائصه؟ أو هل لا كان تحدثنا عن ما جرى للمصريين في العقود الأخيرة؟ هناك قواسم مشتركة بين كل المجتمعات الإنسانية في النهاية أيا كان المكان الذي تعيش فيه والزمان الذي تحيا فيه فأنت إنسان لك تاريخك ولك مستقبلك ولك حاضرك ولك قيمك ولك مناهلك أو مشاربك التي تغرف منها ولك طرق تفكيرك ولك طموحك وأمالك ولك أغانيك وموويلك ولك ثقفتك ولك كثير من الأمور مشتركة بين البشر جميعا لكن داخل كل مجتمع بحكم عوامل معينة شكلها التاريخ والجغرافية والتفاعل الاجتماعي والإحساس بالهوية أصبح هناك ما يمكن أن تطلق عليه شخصية وطنية هذا المفهوم البعض يطرحه بشكل رومانسي زي جمال حمدان وباعتبار أن لنا هوية مختلفة هذا ليس دقيقا من الناحية العلمية لكن هناك سمات مشتركة يمكن أن تجعلنا مختلفين بعض الشيء عن الآخرين وهذا الاختلاف لا يعطي ميزة لأن الآخرين أيضا لديهم اختلافات عنه لكن الذي يحكم هذا في النهاية هو الفرق بين مفهوم الدولة والأمة الدولة الكثيرة في العالم لكن الأمم قليلة مصر من قلة على خريطة البشر ينطبق عليها لفظ الأمة فشعور المصريين بأنهم أمة حتى لو هذه الأمة فيما بعد تماهت مع أمة عربية إسلامية أفريقية بحر متوسطية أي أن كان صراع الهويات لكن شعور المصريين في النهاية بأنهم أمة هذه الأشياء أو هذا الشعور شكله تاريخ طويل لهذا البلد باعتباره أقدم بلد في تاريخ الإنسانية أقدم دولة مركزية في تاريخ الإنسانية وشكله أيضا إحساس المصريين بأن لديهم ما يميزه هذا الإحساس لازال موجود الجغرافية طبعت نفسها من خلال مجتمع النهري نهر النيل وتنظيم الري وأشياء من هذا القبيل والدولة المركزية وعلاقة المصريين بالدين علاقتهم بالمعبد والدولة هذه العلاقة لا تزال قائمة حتى هذه اللحظة منذ القرآن أيوة كان المصري الآن كان المصري مسلم أو مسيحي أو يهودي علاقته بالمعبد وعلاقته بالدولة لا تزال قائمة حتى هذه اللحظة مثل ما كانت موجودة فيه والدور الذي يلعبه بعض رجال الدين شبيه بالدور الذي كان يلعبه الكهنة في سابق الأيام والدور الذي يلعبه بعض المداهنين والمنافقين من أصحاب الأقلام هم الذي كان يلعبه بعض الكتبة الذين يطلق عليهم الشاعر العظيم محمد عفيف مطر الكتبة الكذبة فهؤلاء الكتبة الكذبة هم امتداد للذين كان يملى عليهم في أيام الفراعنة يعني احنا الآن نتحدث عن إعلام السامسونج مثلا إعلام السامسونج ده موجود من سبعة تلاف سنة بمعنى أن هناك أصوات وأبواق وأقلام ورؤوس يملى عليها فهذه الرؤوس التي يملى عليها موجودة طيلة تاريخ هذا البلد تتغير الأدوات ما إذا كان الملك أو الناطق باسم الملك يملي أو يرسل برقية أو حتى يشير بعينه أو يومئ فيفهم الكاتب أو الكتبة ما عليهم أن يكتبون أو كان هذا يرسل من خلال أدوات الاتصال الحديثة هل هذا عائد إلى الفقر أم إلى الثقافة؟ الفقر يلعب دور كبير جدا وأنا يعني من الذين يعتقدون أن العوامل الاقتصادية تلعب دورا كبيرا في تشكيل الأفكار والقيام هذا موجود في النظرية الماركسية والنظرية الماركسية لها جوانب يمكن أن نختلف معها خاصة ما يتعلق بالعلاقة مع الدين مثلا ودوره أو بعض المعنويات والروحانيات هذا واضح لكن هناك في هذه النظرية ما يمدنا بمنهج دقيق جدا للتحليل ضمن هذا المنهج أن البنية التحتية أو المادية هي تشكل البنية الفوقية البنية التحتية يعني المسال الاقتصادية المرتبطة بالمادة والبنية الفوقية الأفكار والقيم والمسال المعنوي قطعا الفقر يلعب دورا أنا دائما وكتبت هذا كثيرا أفرق بين السمات النفسية والثقافية والسلوكية لمجتمعات النظرة ومجتمعات الوفرة النظرة تلعب دورا ليس مطلوبا على الإطلاق من الفقير المعدم نطلب منه أن يسلك سلوكا مطابقا للطبقة الوسطى ولدينا صورة أكثر تكسيدا إذا اعتبرنا الأدب فيه جزء انعكاس للواقع ويضاف إليه الخيال ودائما نقارن بين نصين متضدين نص يوسف إدريس في تعبيره عن الطبقة المطحونة الفقيرة التي أيضا تسقط كما في روايات قاع المدينة أو أرخص ليالي أو بيت من لحط وبين الطبقة المطرفة أيضا التي تسقط وهي طبقة إحسان عبدالقدوس فما بين هذين النقضين هنا مشاكل هنا مشاكل ولذلك القول بأن الطبقة الوسطى أو مساتير الناس هم الأكثر تعبيرا عن القيام والأكثر قدرة على الحفاظ على المجتمع هذا ليس من فراغ وهذا ليس معناه أن هؤلاء أفضل أخلاقيا بالضرورة أو من المنبع أو بالوراثة إنما لأن هناك ظروف اقتصادية مكنتهم من أن يتمسكوا بقية معينة يربط الإنجاز بالكفاح وبذل الجهد والعمل والرقي في الحياة والتعليم وسقل المواهب والتدريب في هذه الطبقة نتيجة أن الذين يقومون عليها ساهم التعليم في حراكم الاجتماعي وساهم بذل الجهد والكفاح في توسيدهم أو في تمكينهم اجتماعيا وهم يؤمنون بهذه القيام فدائما يريدون أن تنتقل إلى أبنائهم ومن سمى المجتمع الذي تتآكل فيه الطبق الوسطى بشكل بشع ومتواصل وبلا هوادة مثل المجتمع المصري في اللحظة الراهنة هو مجتمع في خطر شديد مهدد في صميمه وفي قلبه وفي يقينه وهذا أخطر ما يواجه بلدنا الآن نتيجة الإجراءات الاقتصادية التي يتبعها النظام الذي يحكم مصر في الوقت الرامي هل ترى أن المجتمع الآن هو أقرب إلى التفكك منه إلى الترابط؟ المجتمع المصري طيلة الوقت كان في محك اختبار نعم مجتمعنا هبت عليه عوامل تعرية لا حصر له وكثيرة وأنا طالما نبهت إلى مثل هذه المسألة أتذكر ما قيل بعد صورة يناير قياساً على المجتمعات الأخرى السلطة في مصر تعيد الفضل في بقاء المجتمع المصري والدولة المصرية متماسكاً إليها أو إلى مؤسسة بعينها هذا ليس صحيحاً المجتمع المصري بقي متماسكاً رغم ما جرى في الثورة لأن لديه من العوامل الداخلية والذاتية المتوارسة تاريخياً أو في الجينات الاجتماعية التي يعيها المصريون جيداً ما يجعله عصياً على الانهيار والتشرزم والتفكك وفي كل لحظات الخطر كان هذا موجوداً وسأضرب مثلاً قبل صورة يناير بمدة قليلة جداً لدينا حادث كنيسة القديسين كان وقتها المجتمع المصري المهدد بأن هناك فتنة طائفية تجري في أوصاله قديماً كان الحادث الطائفي يجري في قرية معزولة فيغضب المسيحيون أو يغضب المسلمون في تلك القرية فقط والقرى التي حولها لا تشارك وكان الإعلام يغطي ومع ذلك يظل الفعل محصوراً في المكان الذي وقعت فيه الوقيع الطائفي أو الوقيع الطائفي لكن كنيسة القديسين عملت نألة كبيرة جداً وجدنا مظاهرات في القاهرة وفي الصعيد وجدنا مسيحيين يزحفون إلى القاهرة للإحتجاج فهذا كان تحول خطير جداً ومع ذلك رد فعل المسلمين الذين حموا الكنائس يعيد الميلاد وقتها قبل صور التناير مباشرةً بما فيهم منتقبات وملتحون كان ملفت للنظر أن هذا المجتمع لا يريد أن يذهب إلى هذا النفق المظلم وهو قادر للدفاع عن نفسه فتفسيرك للعنف المجتمعي الحادث الآن؟ لا أنا أريد أن أتحدث في هذه النقطة عن جزئية مهمة جداً مصر نتيجة أنها حكمت بنظم مستبدة وظالمة متعاقبة عبر التاريخ بعضها جاء بالغز والاحتلال وبعضها أنتجه هذا المجتمع من خلال الدكتاتوريات الموجودة اعتاد المصريون أن يدبروا شؤونهم بعيداً عن السلطة الموجودة فمهما كان الملك معزول في القلعة معزول في القصر الذي يحكم لا تعرف أين يسكن المصريون ليسوا معنيين بهذه المسألة هم معنيون بكيف يحافظوا على وجود هذا المجتمع متواصل وعلى تدبير معاشهم بغض النظر عن موقف السلطة جابية، ظالمة، طاغية هم يعرفون ذلك طيلة الوقت ويفقدون الأمل في إصلاحه يهبون وينكسرون ويعودون للهب مرة أخرى لكن هذا الاعتياد على الاعتماد على الزات المجتمعية في إدارة الشأن العام موجود في مصر أكثر من أي بلد آخر لكن هو اعتماد على إدارة الأمر الشخصي يعني بيدير حياته الشخصية بذاته وبيحاول أن يتعقلم مع الوضع القائم أي أن كان سيء أو أسوأ إدارة الأمر الشخصي كل مننا يدير أمره الشخصي ليس بمعزل عن علاقات مع الآخرين والمصريون يعني إذا أردت أن تبحث عن مفتاح للشخصية المصرية فيمكن أن تقول كلمة وحدة التحايل يعني أنا قرأت كتابا ذات مرة لعالم نفسي واجتماع فرنسي اسمه أندريس جيفريد كان اسمه سيكولوجية الشعوب كان يضع لكل شعب مفتاح فيقول مفتاح الشعب الفرنسي البراعة الشعب الإنجليزي العناد الشعب الألماني النظام الشعب الأمريكي الحركة الشعب الروسي التصوف الشعب المصري التحايل إذا اعتبرنا أن يمكن لشعب أن يختزل في كلمة وهذه مسألة ليست قاطعة علمياً لكن على الأقل الاقتراب العلم الذي يجعلنا نألف ونفهم ونقترب من الشخصية المصرية قد يكون التحايل المصر يتحايل على العيش صعب حتى في تفاصيل الحياة اليومية وفي تدبير القوت وفي تصرف ربة المنزل وفي تصرف رب العمل وفي تصرف رب الأسرة وفي تصرف علاقات العمل يتحايل ويتحايل على السلطة والسلطة دائماً تتوهم أنها قامعة باطشة وأن هذا شعب قانع خاضع ليس حقيقياً هذا شعب ساخر يتلقى القوانين والأوامر المتعجرفة ثم يفرغها بطريقته من مضمونها ويخرج ويحتج ويظهر العين الحمراء إذا وجد أن السلطة مستمرئة لهذا البطش ولا تريد أن تفهم أو تعطي فرصة للتحايل أليس التحايل في بعض الصورة من صورة الفساد؟ لا التحايل صورة من صورة التكيف وده مفتاح للحياة كلها يعني جزء من مفتاح الحياة هي القدرة على التكيف لذلك الفلاسفة العظام والشعراء الكبار والثوار والمثقفين الذين يطرحون مشروعات لمجتمعهم يكرهون فكرة التكيف لأن التكيف هي السير مع القطيع هي الاعتياد هي ألفة السائد وهذا لا يصلح لإنسان يريد أن يتقدم أو يكسر لكن جزء من ألفة السائد هو الذي أدى إلى استمرار الحياة على الأرض استمرار الجنش البسري واستمرار الغابة يعني لو لم تكن الغزال أو الأرنب البري قادر على التكيف ما كان يمكن أن يبقى لنقرد فده جزء من بقاء الحياة الإنس فالمصريين نتيجة أنهم الأيقونة بتاعتهم مفتاح الحياة اللي هي العلامة بتاعة مفتاح الحياة فهم فهمين مفتاح الحياة مفتاح الحياة والتحايل التكيف لكن التكيف ليه جوانب سلبية قطعا ومرفوض كما قلت لك من قبل المتطلعين إلى غد أفضل المتمسكين بالحلم الباحثين عن المجتمع المثالي الباحثين عن الكرامة وعن الحرية باحثين عن التقدم والاكتفاء والكفاية كل أولئك يرفضون فكرة التكيف لكن هذا المجتمع لو لم يكن يملك قيمة التحايل يفرق قرار السلطة الغاشمة من مضمونه بالتحايل يتحايل على العيش البسيط يتحايل في علاقات العمل وتفاصيل الحياة لو لا هذا لكان المصريون عبر زمن طويل من القهر والاستبداد قد تلاشوا نعم تفسيرك له العنف السائد حيئة المجتمع أحيانا بنلاقي جرائم يعني أب يقتل أبناء وأم تلقي به أحفادها فهل هذا صورة من صور التفكك المجتمعين؟ أريد ودائما أطالب بدراسة متأنية لهذه الزواهر لماذا؟ دائما هناك مقولة يعرفها علماء الاجتماع ويعرفها رجال الشرطة أن عالد الجرائم التي تكتشف 10% فقط من الجرائم التي تحدث وأن ما يصل إلى الصحف من 10% قليل فقديما كنا نقرأ مثلا صفحة الحوادث نصف صفحة في الجريدة هو لا يعرض كل الحوادث الموجودة في المجتمع ويعرض بعض الحوادث لأن المساحة لا تتحمل ولما ظهرت جريدة أخبار الحوادث مخصصة للحوادث كنا نشتريها فناكت حوادث كثيرة جدا بعضها دخل الخيال في صنعه وبعدها حقيقي لكن الخيال سهم في تورمه أو في طرحه بهذا الشكل المشبع في السرط وبعضه موصوف ومكتوب كما وقع بالفعل فكنا نقول أن هناك جرائم أكثر فلما ظهرت وسائل التواصل الاجتماعي وأصبح بالوسع أن الجرائم المكتشفة على الأقل العشرة في المئة تكون حاضرة بالكامل ويتم تدولها على هذه الوسيلة فنحن نتحدث عن جرائم غريبة وجرائم كثيرة وجرائم موجودة في كل مكان وفي كل الطبقات هذا موجود طول الوقت يعني ليس للواقع الاقتصادي صورة أو أثر في ازدياد نسبة الجرائم؟ لا له بس أنا عشان أصل إلى حكم علمي لابد أن أراجع الأمر على هذا النحو بلاش إحنا مكنوا المركز القومي للبحوث الاجتماعي والجنائي وهذا ما هو كذلك من تقارير الأمن العام إذا كانت تصدر بالفعل ويدرس تقرير الأمن العام التي تصدرها وزارة التخلية ويعرف حجم الجرائم ويقارن يأخذ سنة عام مثلاً 2022 أو 2023 بعد أن ينتهي ويأخذ عام 1992 قبل 30 سنة ويأخذ سنة وسيطة سنة 2010 مثلاً قبل صورة يناير ويقارن بين الجرائم في الكم والكيف في التوزع الجغرافي والتوزع الطبقي وفي التوزع الجيلي أو العام ويعرف أنا أعتقد أن إحنا أنا طبعاً قطعاً وأقولت لك منذ البداية أنني من الذين يؤمنون بأن العوامل الاقتصادية دور في السلوك فقط عن بعض الجرائم التي ترتكب الآن لها أسباب اقتصادية لكن طيلة الوقت الفخراء موجودون لكن كان لديهم الأمل المشكلة الآن أن الفقرة موجود لكن الأمل مفقود بمعنى أن شعور الإنسان أو شعور أغلب البشر في هذا هذا البلد بأن قدرتهم على تغيير أوضاعهم إلى الأفضل من خلال طريق منير الطرق وخير صعب الجديد في الجرائم المرتكبة الآن إن مثلاً تجد قديماً كان إذا تعذر على رب أسره أن ينفق على أولاده فيخرج إلى الشارع للتسول أو يتخلى عنهم وضعهم على أبواب المساجد الجديد الآن هو أن يقدم رب الأسرة أو الأم مثلاً على قتل أبنائها خشية إملاق أو فقر لأن هناك أفق مسدود لا سيما في المجتمعات التي تعتبر أو هو كذلك تعتبر التسول عارم يعني في المدينة في مجتمعات لا يعرف فيها هذا زاكا يمكن للإنسان أن يتسول ويقتات على هذا النحو إن لم يكن قادراً على العمل لكن في بعض المجتمعات في القرى التي يمكن لأسرة أن تموت جوعاً ولا تموت يدها إلى الناس تتكفظ فمثل هذه الأمور قطعاً تؤثر الأوضاع الاقتصادية الراهنة والإجراءات التي اتخذت ولا خطط التي نفزت والانحراف الذي وقع في جدول أولويات هذا البلد قطعاً أدى إلى زيادة رقعة الفقر وهذه الرقعة أصبحت ضاغطة على الجيوب وعلى العقول وعلى القلوب وعلى الأفهام وعلى البصائر وأصبح عدد كبير جداً من الناس لا يرون ضوءاً في نهاية النفق وهذا الذي يؤدي إلى مثل هذه الجرام وهناك جريمة ترتكب دون أن نضع يدنا عليها وهي قيام السلطة الحالية من خلال إجراءاتها بالتسبب في استشراء كثير من الأمراض النفسية في هذا المجتمع يعني أقصاها لإكتئاب الانتحاري الذي يؤدي إلى انتحار وأقل لها حالة من الإسواس القهري الذي يكلم فيه الإنسان نفسه وهو يتحدث عن كيف يعيش كيف يدبر قتا يومه كيف يضمن مستقبل أولاده هذه الهواجس والهلاوس الكثيرة التي سكنت النفوس جزء كبير جدا من أسبابها هو سبب اقتصاد هل الإعلام دور في الترويج يرعون في المجتمع الإعلام يلعب دورا كبيرا جدا سواء كان الإعلام القديم بشكله التقليدي أو الإعلام لماذا يلعب هذا الدور لأن الإعلام أحيانا لا يطرح ولا يشرح الجريمة كاملة السينما أو الأدب أو الدراما أو حتى الإعلام في تغطيتي هو بيعكس الواقع الاجتماعي هل هذا العنف موجود في المجتمع؟ ظواهر البلطاجية موجودون نعم موجود وتتعامل معهم السلطة طب كيف أتناوله دراميا؟ إذا تجنبته دراميا بمعنى أن هذا نوع من التطهر الدرامي الذي يجعل الدراما نظيفة والسينما نظيفة فهذا انحراف عن حقيقة الفن لا أنا أكمل لك لكن إحنا مشكلتنا إيه؟ مشكلتنا في إطفاء طابع البطل على الشخص العنيف المجرم بلطاجي بطل بمعنى أن يكون وسيما في دوره في شكله هيئته أصوره بيسكن في بيت فخر بيتزوج أجمل بنت في الحي أو بتحبه أجمل بنت في الحي ويكون الصياق أن يتعاطف معه المشاهد أيوة يدين له الجميع بالولاء إذا ارتكب جريمة أو فعل بلطاجي فالمشاهد يقدم له تبرير لهذا هذه المشكلة ليست المشكلة في أن احنا نعرض من خلال السينما أو المسلسلات أو الأدب أو المسرح هذه الأوضاع الاجتماعية المرتبطة بالعنف والبلطاجة والجريمة في مجتمعاتنا طيلت الوقت هذا مطلوب لكن المشكلة في أن ننزع البلطاجي من سياقه الواقعي ونقدمه كبطل إشكالي حسب مفهوم النقد الأدبي يعني البطل موجود كما قلت أنت في المجتمع وإنما المشكلة في تقديمه في الصورة التي يقدم بها ليست هناك مشكلة على الإطلاق في أن الدراما أو السينما أو الأدب أو المسرح يقدم هذه الشخصيات العنيفة الموجودة في الواقع لكن الطريقة هي التي تحكم ما إذا كان هذا التقديم إيجابي أم سلبي بمعنى إطفاء طابع البطولة أو تحويل البلطاجي إلى بطل إشكالي أو أمسولة أو نموذج أو تكريسه كشخص يتطلع إليه الشباب بالذات هذا هو الخطر أن أنت تبارر سلوكه ثم تجعل مكانته ووضعه مميزا داخل الحي أنه يسكن بيت فخر يرتدي حلات أنيقة يدين له الحي بالولاء تحبه أجمل فتاة في الحي يدين له أنبل أصدقاء بالولاء أو أكثرهم فتوة وشدة وتطفي على حياتي هذا النوع وتقدمه كشخصية مغرية للشباب هذا هو الخطر الشديد لكن طول الوقت كانت السينما تقدم الجرائم لكن في الآخر كانت تتبع المنطق الذي يقوله القانونيون وبعض الفلاسف وعلماء الاجتماع الجريمة لا تفيد أما مشكلة الدراما التي تبرى العنف والسينما التي تبرى العنف أنها جعل الجريمة تفيد يعني شخص يتاجر في المخدرات أو يقتل أو يبطش أو يظلم أو يسأر لحقه من خارج القانون ثم بعد ذلك يخرج منتصرا متوجا مغريا هذه هي المشكلة الحقيقية هل انكشاف منظومة الحماية المجتمعية التي كانت تقدمها الدولة للمجتمع ساهمت في تدهور حالة المجتمع اتسع الخرق على الراتق المثل الصيني القديم لا تعطيني سمكة إنما علمني الصيد لا يمكن على الإطلاق أن هذه المسائل البسيطة تطبب عاوز الناس الذي يتزايد لا سيما مع تزايد السكان والبطالة والضغوط الموجودة الأوضاع عالمية والفساد الموجود في مجتمعنا وإنفاق المال خارج جداول الأولويات لا يمكن لمثل هذه الأعطيات البسيطة أن تعتبر بديلا هذا صعب جدا خاصة مع انهيار قيمة العملة يعني إذا قلنا مثلا أن مشروع تكافل وكرامة كان يمنح أسرة فقيرة خمسمائة جنيه قبل ست سنوات هذه الخمسمائة جنيه خمسة كيلو لحمة كانت خمسة كيلو لحمة الآن كيلو لحمة مثلا وحتة زي ما بيبعوا بالحتة دلوقتي فنتيجة انهيار القدرة الشرائية للعملة فلم يعود المبلغ موجود لكن أنا لو عملت مشاريع صغيرة وحولت هذه الأسر الفقيرة إلى أسر منتجة زي ما بتعمل الصين الصين فيها قرى عايشة في القرن الخمستاشر يعني بيلا كهرباء بيلا صرف الصحي بيلا إنترنت لكن هذه القرى منتجة متخصصة في أشياء محددة محددها خطة الحكومة إحنا عندنا في مصر يمكن لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو وزير المالية أو وزيرة التخطيط أو وزيرة الشؤون الاجتماعية أو التضامر الاجتماعي إنها تخرج وتقولك نحن أطلقنا مائة ألف أو مليون أو اتنين مليون مشروع صغير هذا صحيح على الورق لكن من ناحية الواقعية يعني أجهزة الأمن اللي بتعدى عن الناس أنفسها مش عارفة أن الناس اللي تمويل هذه المشروعات في النهاية هناك وسطاء يحصلون على الأموال ويوظفونها في مضارب أو وسائل أو منابر أخرى غير المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر هذا موجود ولذلك يعني المجتمع المدني أنا عملت أو رأيت بأم عيني ومارست هذه التجربة فترة من الفترات في قبل ثورة يناير مع بعض الجمعيات وكنت سعيد جدا مع مثلا منظمة المرأة العربية لما كانت عاملة مشروعات صغيرة في سينة لتقشير الجنبري والخياطة والحياكة اللي هي مشروعات مرتبطة بالبيئة وبقدرة هذه البيئة على إنتاج شئماء أو الهائة القبطية الإنجلية لما كانت بتعمل مشاريع مثلا تجيب جاموسة لكل أسرة فقيرة في الريف المصري وما بتفرقوش من المسلمين ومسيحيين وكانوا بيروحوا يشرفوا بنفسهم لأنه عايز ينجح فدي كانت فعلا بتعمل حاج لكن إنت عندك حكومة تمول معلف وهمي يعني موجود أو تدي مشروعات متناية الصغر فييجي وسطاء داخل الأحياء الشعبية لأنه رأيتنا في البنك أمامي أكتر من مرة مجموعة من الوسطاء معاهم حقيبة كاملة مملوئة بأرقام رقم القومي للناس وجايين ياخدوا ملايين ملايين بأسماء هؤلاء مقابل مبالغ بسيطة جدا هل هذا ذهب ده ذهب على الورق إلى مشروعات متناية الصغر لكن في الواقع ذهب إلى جيوب هؤلاء الوسطاء اللي هم أشبه بالمستريحين حسب التعبير المصري طيب برأيك لماذا كانت الدكتاتورية منتجة في الصين وفي سنغافورة في حين أنها في عالمنا العربي بائسة ومضرة بوطنها هالدكتورية طيلة الوقت تحمل بزور فناء لكن النموذج الصيني الذي يحتج به أحيانا حين تربط عن التلازم بين الديمقراطية وبين التنمية فيقال لك هناك دول ليست ديمقراطية ومع ذلك حققت شكلا من أشكال التنمية نعم لكن هذه الدول وضعت معايير بحيث تستفيد فيها من كل آليات الديمقراطية مع ذا حاجة واحدة بس اللي هو تدول السلطة بمعنى في حريات تعبير بس داخل الحزب الحاكم في نقد للذات داخل الحزب الصيني في قواعد للفرز غير العكسي الفرز الحقيقي أن الشخصيات الكفأة الجديرة بالتصعيد هي التي يتم تصعيدها أيوة لذلك مثلا لو إحنا وجدنا في النموذج الصيني مسؤول بيقوم في أي مؤتمر وبيقول بفضل توجيهات السيد الرئيس الصيني هذا تعبير غير موجود أو أن الرئيس الصيني أثناء اجتماع الحزب يقول هذه الخطة هننفذها فقوله تمام يا فندم لا ينقشوه وهو ملزم بالنزول على رأي الأغلبية وفيه مستشارين على أعلى المستويات فهيحنا نأخذ من إحنا ديكتاتورياتنا من ديكتاتوريات القرون الوسطى اللي هي الحق الإلهي للملوك وأن الحاكم لا يخطر وأن المجتمع يجب أن يطيع وأن الكهنة والكتبة والكذبة يجب أن يحيطوا بصاحب القرار ويزينوا له الباطل فلا وجه للمقارنة على الإطلاق طيب حتى لو قلنا لاتحاد السوفيت السابق مع أنه انتهى نتيجة الدكتاتورية لكن كان عنده مشروع داخل في تحدي حسب نظريه الطيوم بالتحدي والاستجابة فبيستجيب بهذه القدرات عنده أيدولوجيا بينشرها في العالم اللي هو مشروع قومي يعني مشروع عالمي بينافس فيه الرأس السمالية فهذا بيعطيه قدرة على الاستمرار وبيعليه مدد وطاقة للتواهج والبقاء لكن إحنا الدكتاتورية بتاعتنا مخصومة سمطة ما فيهاش أي عوامل للتقدم ولا عوامل الاختلاف ولا عوامل الازدهار ولا عوامل يمكن الاحتجاج بها في وجه الديمقراطية ففي الصين الرئيس موجود وينتخب من خلال الحزب لكن هذا الحزب نزيه يقاوم الفساد لا يتسمح معه داخل هذا الحزب يصعد العناصر الكفأة يناقش داخليا إلى أعلى المستويات في النقاش يعني أنا قراءة كتاب كاتبه الرئيس الصيني نفسه بتحدث فيه بشكل واضحا هذا المنهج زائد التخصص وتقسيم العمل فيما يتعلق بالإنتاج على مستوى التنمية زائد تحويل القيم التقليدية إلى عوامل الإنتاج يعني اللي كاتبه فرانسيس فوكياما في كتابه الفضائل أو الثقة بيتكلم كيف أن العائلة الصينية بدل من أن تكون عبئا على الوطن أو على الدولة صارت ميزة بمعنى أن هذه العائلة التي قد تكون ممتدة في عدة قرى أنتوا تنتجوا هذه الجزئية في الآلة متخصصين في هذه فقط فهما نتيجة الروابط اللي بينهم والشعور بالغيرة على مصلحة العائلة والانتماء إلى العائلة والارتباط بالعائلة يكونوا حريصين على النجاح فانتهينا حولت القيم التقليدية طيب إحنا عندنا مجتمع بتاعنا ده أنا قرأت دراسات من عشرين سنة عن الحرف التقليدية اللي موجودة في مصر واللي يجدها المصريون بشكل واضح وصريح ومتقن اللي تجيب لهذا البلد عشرات المليارات من الدولارات لا تقولي لقناة السويس ولا السياحة ومع ذلك هذا مهمل بل يتم تدميره طيلة الوقت يعني مشروع مشاريع الحرف التقليدية اللي مصر متميزة فيها والمرتبطة بالبيئة المصرية والثقافة المصرية والأيقونة المصرية هذه الحرف يتم تبددها فمفيش مقارنة بين أن يطلع الزباب الإلكتروني لما انطلب بالديمقراطية يقول لك أصطمتها الصين الصين هي الصين فيها واحد بيطلع في مؤتمر عام في حوار وطني ويقول بفضل توجيهات الرئيس وما يراه الرئيس يجب أن نراه وما نراه يجب أن يراه الناس وهو صواب الضرورة ليس في الصين مثل هذا الكلام ومن يقول هذا الكلام يحاسب رغم الدكتاتورية الحزب الحاكم كان لديه رؤية كيف ستكون الصين أو إلا أمازة ستصلوا بالبلد الحزب الحاكم في الصين يحكم بلد رصد جدوى الحزب الحاكم في الصين لديه خطة للبلد ولديه خطة للعالم ولديه مشروع وطني ولديه تصور ولديه أيديولوجية فيها الماوية والشيوعية والكونفوشية هذا الخليط وفيها إدراك لوضع الصين والمخاطر التي تحيط بها في الإقليم وداخل البلد وفي العالم والتحديات القادمة وكيف نواجهها لخمسون موات سنة قدام لكن احنا عندنا لخطة والاستراتيجية كل العالم العربي بلا خطة والاستراتيجية يعني لذلك دائما حتى على مستوى الأدنى من الرئيس يجي الوزير يبقى عنده خطة منفزة وجيدة يشتبها ويبدأ خطة جديدة من الصف كما يغير فرش مكتبه من جيب الميزانية العامة اللي هو جيب المواطنين ودفع الضرائب الغلابة بيغير كمان الخطة اللي من الممكن أن تكون ناجحة في بعض الأحيان هزي مساء لأن ده يمنع التراكم يمنع التراكم اللي هو بيؤدي ليه تقدم التراكم الكمي اللي بعد شوية ينطلق ويتحول إلى التراكم كيف هل هذا الترجع عائد إلى التعليم من وجهة نظرك؟ أم إلى السياسات المختبعة؟ لا التعليم مهم جدا لكن في النهاية المتعلم أيًا كانت قوته له حدود في التأسيف لذلك نجد أن كثيرين من المثقفين الكبار في هذا البلد الذين تعلموا تعليماً متقدماً ومتفوقاً انتهت حياتهم إلى الشعور الشديد بالانكسار يعني طه حسين الذي يقول لغالي شكري قبل أن يتوفى جئتكم بكثير من الأمل وأودعكم بكثير من الألم أو شعورهم جميعاً بأن لا فائدة فالمتعلم التعليم مهم للمجتمع ورقيه وهو أهم شيء ولما الرئيس السيسي افتتح فرع قناة السويس وقال هذه خطوة في طريق إلى الأمام فأنا كتبت وقلت اعطي التعليم حقاً وسنقطع ألف خطوة إلى الأمام تعليم مهم جداً لكن المتعلم صاحب المشروع أو صاحب الرؤية الفكرية هو لن يتمكن من تنفذها في مجتمع مقموط يحكم بالرأي الواحد ولا يسمح فيه الناس صوت إلا صوت واحد لا يمكن على الإطلاق فبعض المتعلمين أو أصحاب المشاريع يعملوا هذه المشاريع من خلال الدولة زي ما فكر علي مبارك حتى لما كان الخديوي رافض يخصص ميزانية قدمت لي ميزانية للتعليم الخديوي ده سعيد كان عايز يبني قصور ويبني أشياء فاخرة ويديها الأولوي فحين قدمت له ميزانية التعليم قال له هذه ميزانية كبيرة لا يمكن أن أقبلها خذوا جزءاً وعلموا الأطراق فقط المصريون لا تعلمون فعلي مبارك عشان يقنعه وينفذ مشروعه خفض الميزانية وحول الكتاتيب لمدارس لم يبنى مدارس جديدة نعم لكن ليست كافية لكن قدر يحول بعض الكتاتيب اللي هي عبارة عن غرف في القرى إلى مدارس ويعين لها مدرسين من الحكومة عشان يوفر نفقاته ويمرر مشروعه ده عمله من خلال الدولة أو مشروع إصلاح لمحمد عبدو يفكر من خارج الدولة بعدين داخل الدولة هذا موجود لكن هذا يتطلب أيضاً حاكم على الأقل لديه رؤية أو صاحب مشروع أو يبحث عن منفذ لتقدم هذا البلد ويقدم المعاني على المباني لماذا نجد بعض الذين تعلموا في أرقى الجامعات مؤينون للدكتوريات في العالم العربي والانتهاكات حقوق الإنسان أحياناً؟ هؤلاء ليسوا الذين يتلقون تعليماً جيداً ويعدون إطروحات للدكتوراه عن الديمقراطية في الغرب ثم يأتون للدفاع عن الاستبداد ويبررون ويزينون ويحفرون له مصار ويفكرون للدكتور إياك أن تعتقد أنهم مقتنعون بما يفعلون أو لديهم ولاء للوطن ولا حتى للدكتور نفسه هؤلاء ولاءهم لأنفسهم هم يعرفون أن هذا أقصر طريق لتحصيل المنفعة الشخصية والذاتية هو يريد أن يكون متصدراً لوسائل الإعلام يريد أن يعلي من رصيده في البنك يريد أن يحظى بمنصب أو بوظيفة كبرى داخل الدولة يريد أن يحصل على نفوز اجتماعي واسع النطاق ومن ثم يفعل هذا فهذا ليس عن اقتناعه وأنا أنظر إليهم كعرائس ماريونت أو كأشباح أو كمسوخ وأضحك لأن أنا أدرك أنظر في عيني ويتحدث لن تجده مقتنعاً على الإطلاق بما يقول برايك هل الخطاب الديني دور في إمكانية الإصلاح المجتمعي؟ الخطاب الديني مهم في تحقيق ثلاثة أشياء الخطاب الديني المستنير الواعي المتفاعل مع مشاكل عصر وثلاث أشياء إحنا في حاجة إليهم يعني أريد لهذا الخطاب أن يركز عليهم وأنا كتبت ذات مرة أن خطبة الجمعة هي مدرسة منسية يعني إذا أحسننا خطاب الجمعة ليس خطبة لتبرير المشاكل والأزمات ومباركة سلوك الحاكم إنما خطبة فحلاً تعمل لصالح هذا البلد ولصالح مجتمع ثلاث أشياء السمو الأخلاقي نحن في مجتمع في حاجة شديدة إلى الرقي الأخلاقي طيلة الوقت لأنه إنما الأمم الأخلاق ما بقيت والمسألة الثانية هي الامتلاء الروحي لأن الإنسان الذي يعاني من خواء روحي لا يمكن أن يكون إنساناً إيجابياً أو يتحول إلى طاقة نافعة لمن حوله والمسألة الثالثة هي الحظ على التعاون والخيرية البزل والتطحية والتكافل ونحن في حاجة إلى ذلك يعني أنت لو قلت مثلاً قليل من الناس من الممكن أن تفعل شيئاً من أجل الشهرة ابتغاء الشهرة وزيوعاً وبعض الناس تفعل أشياء من أجل السياسة كما مثلاً ينفق شخص أو يزبح أطحية من أجل أن يحصل على أصوات الدائرة الفقيرة هذا أو واحد يفعل شيء لأنه صاحب مشروع يريد أن يروج له ويعتبر ما أنفقه نوع من الدعاية لهذا المشروع هذا موجود لكن حتى هؤلاء هناك جزء في العقل الباطل لديهم أن ما يفعلونه مقبول في السماء والأغلبية خاصة أولئك الذين يتصدقون خفياً يفعلون ذلك ابتغاء مرضات الله فهذه الخيرية التي يحض عليها الدين لسيما في مجتمع فقير مثل مجتمعنا مهمة جداً لو دخل الخطاب الديني في ضبط السلوك يعني حتى الآن لدينا طيلة الوقت قواعد الحلال والحرام وعنها ضيقة في الشرق لكن منصبة على الأشياء الكبرى أو الأشياء المتعارفة عليها الزنا القتل السرقة لكن الضبط ولوائح الضبط والمسائل السلوكية البسيطة المرهقة لهذا المجتمع الخطاب الديني يجب أن يدخل فيها ويعالجها ويتحدث فيها باعتبارها على الأقل من باب المكروه زي مثلاً أن تترك المصباح مضاء في الغرفة وتخرج منه أو المكيف مفتوح أو التلفزيون أو اللابتوب أو تضغط على بوق السيارة رغم أنه ليست هناك حاجة لذلك فتعمل ضجيج وإزعاق أو لا تلتزب أو لا تلتزب بقواعد المرور سيستجيب لهذه النصائح الإرشادية إذا كان عندما يتكب المواصلات العامة بيقوم بتمزقها لأنه يرى أنه هكذا ينتقم أو هكذا أنا مثلاً لو عملت خطبة بذبت فيها من الشرع ابتداء من لا ضرر ولا ضرار وأبحث فيها عن رؤى دينية أكثر عصرية أثبت فيها أن شاكمان العربية اللي بيطلع دخان وبيجيب أمراض صدرية للناس أن صاحب هذه السيارة مؤسم وأن ذلك فعله مؤسم أو مكروه أو محرم لأنه يجلب الضرر للآخرين إذا قلت هذا واستجاب لعشرة في المية فهذا نجاح يعني إذا كانت القانون غائب ورجال المرور يغضون الطرف الأسباب عديدة نعرفها جزء منها مرتبط بالفساد أو اللامو ولا فعلى الأقل مثل هذا الخطاب يشارك في ضبط الأمور فنحن نريده خطاباً عصرين على هذا النحو هل العمل الخيري تراجع؟ في مصر؟ نعم فيه فرق بين الرغبة والقدرة الرغبة في العمل الخيري موجودة طيلة الوقت القوية القدرة على العمل الخيري تراجعت لأن بعض الناس لم يعود لديها فائض من مال من الممكن أن تتصدق به يعني فيه مقابل كان مثلاً إذا افترضنا أن أسرة دخلها عشرين ألف أو خمسة عشرين ألف كان من الممكن أن يبقى عنده هامش الدخار جزء من هامش الدخار يتصدق به أو ما يفيد عن حاجاته إذا كان لا يريد أن يتدخر يتصدق به الآن هذا المبلغ لم يعود كافياً حتى للشخص ذاته فقدرة الناس على البازل تراجعت نتيجة الضغوط الاقتصادية وانهيار قيمة العملة برأيك يا دكتور هل كسار كثير من الناس يعيشون في العالم الافتراضي على حساب العالم الواقعي؟ قطعاً هذا حلم من الهروب يعني زمان أيام قبل وجود هذا العالم الافتراضي كان هناك العالم الافتراضي الآخر الذي يصنعه الخيال وعالجه علم النفس بالحديث عن النقوص أو الهروب أو العيش في الضلالات وعالجه علماء الفكر بالحديث عن التفكير بالتمني الذي يؤدي إلى كوارث الآن صارت هذه الخيالات أو النقوص أو التفكير بالتمني متاح لك في العالم الجديد الذي يوفره الانترنت العالم الآخر السكند لايف حيال أخرى فالبعض في هذه الحيال الأخرى يمكن أن يحقق ما لم يحققه في الحياة الواقعية أنا رأيت فيديوهات لشباب هو بيتخيل أنه رئيس جمهوري هو عارف أنه في الواقع لو قرر يترشح للرئاسة هيزجن أو يشوه أو يزجن أنصاره على الأقل لكن فبدلاً من ذلك يجلس في غرفته وفي لعبة يتحول فيها إلى رئيس جمهوري عاجة تحول إلى رجل ساري يتجول في الشوارع باريس في الشانزليزيه ويشتري من أفخم المحلات يفعل هذا في السكند لايف عاجة تحول إلى قائد جيش ينتصر هذا في الحياة فليس هذا أكثر إنعزالاً عن الواقع؟ آه طبعاً هو منعزل عن الواقع بس هو إنعزال ليس تاماً لأن هذا نعم الاحتجاج على الواقع هو يخلق واقع آخر افتراضي وطيلة الوقت يريد للواقع الذي يجري خارج يده ولا يستطيع التحكم فيه أن يتحول إلى مثل هذا الواقع الحلم الذي يراه في العالم الافتراضي فواحد يريد النقوص مثلاً عنده رغبة في العودة للماضي فيقدر يتفرج على برامج وسائقية عن مصر مثلاً في العشرينات داخل بالك أو أيام شبابه أو يتفرج على الأفلام قديمة وهكذا بمعنى إن طيلة الوقت فيه الرغبة فيه العالم الافتراضي بس هذه الرغبة تسرق في حقيقة الأمر لأنها تنفس عن القوة عن الشخص أو تنزع عنه القوة الدافعة التي تجعله معنياً بتغيير الواقع الذي يعيشه الواقع الاجتماعي الذي يعيشه يعني قديماً مثلاً العالم الافتراضي عند الفلاسفة يكتبه عن المدينة الفاضل أو عن الإنسان الكامل كما يقيل جيلي مثلاً الإنسان الكامل أو الإنسان الممكن الذي يطوى له الزمان والمكان كما في الولاية عند الصوفية هذا عالم افتراضي أو في الكرامات الغريبة هذا عالم افتراضي أو فكرة الكيميا ودورها الساحر في تحويل التبر أو الطراب إلى تبر هذا عالم افتراضي بس هذا خيال خزب أو الشاعر حين يحلم بعالم سعيد في قصائده أو الروائي حين يبني رواية من الخيال عن عالم مختلف هذا عالم افتراضي خزب لكن الولوج الأشخاص إلى العالم الافتراضي لكن العالم الافتراضي الموجود الآن من كنال شبكة الانترنت هذا عالم افتراضي جد وليس خزباً صحيح لا وكان يعني الولوج إلى العالم الافتراضي في الماضي كان فترة قصيرة لكن الآن ربما الشباب يمكن يقضي نصف عمره أو معظم ساعات وقته في عالم الافتراضي وبعدين دي بديه كمان وهذا يرسل الهروب دائماً الهروب وبتقتل كمان من أحد المسائل المهمة اللي هي أحلام اليقظة وأحلام اليقظة البعض بيكون قادراً على تحولها إلى مشروع حياة يعني البعض يظل سادراً مستسلماً لها كنوع من الضلالات أو الأوهام أو الهروب أو النقوص والبعض يحولها إلى مشروع حياة في نسبة تحول أحلام اليقظة إلى مشروع حياة يعني لو شفنا طفل صغير بيتخيل مثلاً أنه موجود في مدرج وبيشرح للطلبة وأنه أستاذ عظيم ممكن يحقيق هذا الحلم يعني في بعض الأحلام ممكن تحقيقها المهمة ما تحلمش أن أكتبها رئيس جمهورية بس هل بعض المعرفة شقاء؟ ده كل المعرفة شقاء والباحث في المعرفة يشقى بالضرورة ويقول أنشتاين كلما ازددت علماً أشعر أني أزداد جهلاً حتى أني أحسب أن الفرقة بين أعلم عالم وأجهل وجاهل لا شيء هذا عالم في الطبيعة عند الفلسفة يظل الفيلسوف طيلة حياته يفكر ويطرح الأسئلة ويموت دون أن يجيب على الشيء والوعي قطعاً لأن الوعي بيبقى وعي بالحقوق ووعي بما ناله آخرون من حقوق ووعي بالتاريخ وشعور بالكينونة أو شعور بالذات أو الكرامة كل ذلك يشق الإنسان لأن أنت عايز تظل كريماً حراً لأن الله خلقك حراً وأنت تدرك هذا وتعيه فتدافع عن حريته فحين تدافع عن الحرية تشقى بسجن السجان وبلعنة اللعان وبمقاومة المجتمع القانع تعيش غريباً ومن يريد كرامة سيجد جدراناً أمامه من أولئك الذين يحضونه أو يسحبونه إلى الخضوع ومن يعي بالتقدم فيجد الذي يدفعه إلى الخلف لكي يكون متخلفاً ويسير مع القطيع فالمعرفة تخلق وعياً وطموحاً ورغبة أو زي ما بيقول تشيلي وينقل عنه صلاح عبدالصبور شهوة لإصلاح العالم هذه الشهوة قطعاً تجلب لصاحبها وبيته الشعر الشهير ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخ الجهالة في الشقاوة ينعم شكراً دكتور هدك بالعافو